السلام عليكم حجي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي شبين المشكلة ما لتك؟ والله مشكلتي صعد لعندي السكر 449 شوفوا 449 وهذه ما للأشرطة اللي موجودة عندي أنا كنت أستعمل المورنجة والحاموض الليمون وسكري ما صعد أزل 250 ومن استخدمت هذا العلاج؟ ولما استخدمت هذا العلاج هذا العلاج لقيته منشور على على قناة على قناة الأوحد أنا شميتها راسل ما شميتها قناة ديرية وناس تتحدث عن إمام الحسنين وعلى إمام أمير المؤمنين وعلى أهل البيت وقلت ما ذولا ما يتشذبون ذولا ما يتشذبون فرسل خابرة تاني خابرة الشركة قالوا لي راح تجيبكيها والسعر ماله مئة وخمسة وعشرين ألف بينما أنا متقاعد ورات بي نصرات بي أخذ وخابرت وقلت له السكر يسعد عندي يقول لي خاب بي كفلا ونزة بعدين خابرت ومسح على طولة وعلى شكله ما شايف يقول لي حجي أنت تتشذب قلت له ما يتشذب هذا عندي هذا هذا سكر هذا الجهاز عندي وهذا السكر ليستعمله أنا ماشا على هذه شو يصورها زي زي شركة شركة لمسات الطبيعة الملاحظة لامتناع عن شرب المشروعات الغازية والله العظيم مشربت زي امتناع عن تناول لحوم الحمراء والله يشهد عليها ما كانت وأن الإنسان فقرها ما يشرب امتناع عن تناول حواليات بأنواع بس جاي أشرب يعني بس جاي بي شوية حناوة لي أشرب غيرها مستحيل تقليل من الدهون ماكو دهون كله شوية طماطا شوية بصلت شوية وبيذنجان شوية تناول خزب السكر صحيح أنا أش أخذ خبز شعير زي زي وهنا الكبه من الماء أشرب ذا أشرب مي تناول ثمرة ماهي مرات آكله بارتقاله مرات ماكو تناول البصل المشوي يومية عشية بصل المشوي وطماطا شوية زي يعني ماكو أي لحوم حمراء والله والله كل شي ماكو كل شي ماكو وإناع التعليمات اللي أنا بسويها يعني تابع زي شركة باع على الشركة شوية شركة لمسات الطبيعة علاج سكري طريقة الاستعمال يتم تفوية هذا الماء يومية فورا أطلع من الفلتر عندنا وأطلع فورا وخليه يتفى يبرد وأضغير قالني نصف خاشوقة لا خاشوقة مسح زي وبعدين لما خابرت قلت يا بان كل يومية دايس عاد السكر أزيد أزيد هاي شكل يقول لي خابي كيف لا ونزة قلت يا عمي زين انت شلون هسان دايس عاد السكر قال لي ايه تعالي البغداد بتخيطيني عنوالك قال لي ما لك شغلة ما لحظة جماعة يجوزهم عليك ويجونك يعني يجوز عصاب يجوزهم يجوز يقتلوني ليا نسا أقول لي وانا الشزمة الوكيل ما لك بالحلة خابرت الوكيل قال لي عمان مو بالحلة أنا ببغداد زين وعلاك بالديوانية هم طلع على الشزمة ما على الفيسبوك يقول هذا هذا ما دورت على المكتب ماذا بالديوانية ماكو وبالفلان المحافظة تجذاب إذا لا تجذاب فهذا أنا سأل المسؤولين نعتبع القناة نحن ما نعتبع عليها والله ما نعرف عنها القناة تنشر عنها غير مجربة يعني مو بس تنشر يعني ما يصير هيتشين هذا النشر اللي جاء والله العظيم هسا عندي السكر وانا امتناعت يعني هسا امتناعت عني شي اسمه امتناعت عن اليوم من الظهر ما اخذت الكمية ما اليوم هي اشربا من الصبح الصبح والظهر وبالي اكلها قبل العشاء قبل الغداء ما يصير الشب هي شغلات خصوصا السكر هاي امراض يعني ما يقبو تقول اعمل ساون زين هاي تقريبا اربعة عشر سنة بيسكر ما خليت واحد بس اجيب واحد على السكراركم وكلهم افادتني اتتم تخافون من الله ما عادكم عائلة ما عادكم يعني رب الله يعني الله ما تحترفون به لما تغشون من غشنا ليس منا تقول الاسلام الله يفق الله يفق كل 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 انسان يعني يعيش حج اضع وجروحك حج اضع وجروحك على على فتاة المريخ كل ما يروح زين هو مريخ وراتب متقاعدة كل هذا اخذ ربع راتب هذا زين المهم تلاحقت الروحك خلو ما يصعى ستمية 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 عميين الصبح شيز ماذا خابرت الصبح يقول لي ايه تعال تعال ونعرضك على اللجنة تعال على البغداد وقلت العمي لا اكل طريق المرض موجود وممنوع التجول وانا استطيني فالنتيجة بسكر صعد عندي خمسمية ايش راح أسوي زين ايش راح أسوي هو لا هو دكتور تلقى الله وكيف مشكلة هذه وانا اعتب على قناة الاوحد اعتب بس على القناة قناة الاوحد اللي ناشرها بدون عنوان وبدون تليفون مرته وبدون تعليمات عن الشخص هذا زين وناشرها عشرة والله احنا خلتها ما خلتها علموا التلفزيون لا وانا ما شفتها قناة الاوحد قلت هاي تنادي تنادي بأهل البيت معاك وما يغشون قلت هاي تنادي بماك وما اعتقد قلت هاي اذا ناجحة وذا عجل دينية وذا عجل فاردي وانا من على جماعة القناة الاوحد من مديرها الى عاملها الى كناسها بالباب ان يراعون الناس واللي يجي عليهم اللي يجي مندوب او ينشردوها او كذا من السموم هذه موجودة ان يتأكدون من عنده هذا منه هذا من افنان هذا من افنان خريج دائرة خريج جامعة خريج باب الشرجي زين نعرف عنا بس احنا جب المرضى والمريض يجلب لها الغرقان يجلب لها بقشاية اه شفت القشاية الكضية زين وعلى نفسي ما اقدر نسخل ناكل زين وطاتيها مية وخمسة وعشرين ألف دينار مية دولار زين مية وخمسة وعشرين ألف جابوا ليها وهسا سقطتني هسا شوا فيها باع على حدي هاي الثاني يا بيس وجسمي يا ما اقدر تنفس والسكر صعد عندي وأقول لي يقول لي سيدة تلف وآخر وشي المندوب سألته قلت هابا تلاحقني ودعايا قلت بضلع الزهراء ومحسن الزهراء وأبو الزهراء ومصيبة الزهراء الله لا يفقكم ونزل عليكم البلاء كما أنزل على العالم كل هذا البلاء اللي موجود إن شاء الله إن شاء الله يوصل القناة ونشوف رد ماذا فعلها إن شاء الله يوصل إن شاء الله يوصل عند الطبيب وعند كلهم عند الحدوان موجود لأنهم جاءوا عليهم للبيت وطيتهم شغل مع العمال مع العمال يشتغلون هذا ابني واحد يشتغل بالعمال وطانيان وطيتهم مياه ويسأل الله سبحانه تعالى أن ينتقم من عدو مثل أمثاله شغل انتقام ومن غشنا ليس منا لا يمكن أحد بجلسية مكتوبة الملم ليس مسلم ليس صحيح بجلسية مكتوبة ليس مكتوبة ليس مكتوبة بجلسية مكتوبة رجال كبير